اشتركوا في القناة وقررت أسرتها اليوم إقامة صلاة الجنازة عليها غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زيد وتشيع الجثمان لمسواه الأخير ولم يتم تحديد موعد تلقي العزاء حتى الآن ورحلت الفنانة عيدة عبدالعزيز بعد صراع مع المرض ولكن تركت بصمة لجمهورها من العديد من الأعمال السلمائية وكمان التلفزيونية والأفلام زي أشهر أفلامها كان النمر والأنثة وبالنسبة للمسلسلات اللي تشهرت بيها الفنانة عيدة عبدالعزيز يوميات ونيس وعلى الرغم من الفنانة عيدة عبدالعزيز ونجحتها إلا إنها عيدة في حياتها الشخصية على الرغم من النجاحات اللي حققتها في مشورها الفني وقالت الفنانة عيدة عبدالعزيز قبل رحلها في تصريحات لها إنها كانت بتعيش وحيدة بمفردها بعد هجرة أولادها لألمانيا والأمريكا وأكدت إن هي بتخاف جدا من جلوسها لوحدها وكانت بتحط كرسي خلف باب الشقة لإنها كانت خايفة من الوحدة وكمان أكدت إنها ندمت ندم جامد جدا على إنها قامت بتعليم أولادها في خارج البلاد لإنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك وتركوها هنا لوحدها ومن حوالي سنة أعلن ابنها شريف عبدالحليم قال إن والدته الفنانة عيدة عبدالعزيز أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبدالحليم وأكد خلال كلامه إن الفنانة عيدة عبدالعزيز بتفتكر الأحداث الحديثة بس لكن الأحداث القديمة ما بتفتكرهاش لإن الزهايمر أثر على ذكرتها وأكد كمان إن الفنانين في الوسط الفني محدش بيسأل عليها خالص إلا الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وده يأكد إن الفنانة رجاء الجداوي هي الوحيدة اللي كانت بتزورها ولكن بعد وفاة رجاء الجداوي مفيش أي حد زرها من الوسط الفني وقد إن والدته ما بتفتكرش إن والده توفى ويبتسأل عليه باستمرار وشعورها بالحزن كل ما بتسمع خبر وفاته وتم إبلاغ والدته بوفاة والده بعد سنتين من وفاته وقال إن والدته أصيبت بكسر مؤخرا في الحود وده خلاها عانت الفترة قبل وفاتها لإنها تألمت كثير جدا بعد إصابتها أما عن وصية الفنانة عيدة عبد العزيز فهي أوصت أولادها بإن جمهورها يدعي لها بعد وفاتها لإنها كانت خايفة وحسة إن هي هتموت وقالت يريد كل جمهور يدعي لي بالرحمة والمغفرة بعد وفاتي وهي دي وصيتي تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة ويدفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جددنا